تلهزتان الأرضيتان التي سجلتا هذه الجمعة بولاية ميلة في عدة خسائر على مستوى المباني السكنية وحسب بيان مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية فقد تسببت تلهزتان في انهيار ثلاثة منازل اثنان منهما بالمدينة القديمة ومنزل آخر بحي الخربة بعاصمة الولاية يتكون من أربع الطوابق علاوة على تشقق الطريق بذات الحي على مسافة 500 متر دون تسجيل خسائر في الأرواح كما تسببت الهزتان في تشققات بالأعمدة والجدران وكذا عدد من الانهيارات الجزئية في 15 منزلا بالمدينة القديمة وأحد عشر منزلا بحي الخربة وخمسة منازل بحي قصر الماء ببلدية ميلة شكرا